بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب الجزء دوت والجزء الرابع من الفصل الأول لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده إن شاء الله هنتكلم عن نبزة تاريخية عن بداية الحاسب الآلي وبداية استخدام أنظمة التشغيل نبدأ مع بعض نتكلم عن History of Operating Systems يعني تاريخ أنظمة التشغيل مع بعض كده هنشوف مع بعض إن أول سنة ظهر فيها الحاسب الآلي كانت سنة 1940 وكان كمبيوترات الكمبيوترز وير سبيشير بربوس كانت ذات أغراض خاصة يعني أغراض محددة بس زي مثلا عسل المثال عمل شغل على جداول إحصائية على داتا بسيطة صغيرة مانيوبوليشن بسيط معالجة للداتا بسيطة كل دوت كان ظهر في بداية الأربعينات بالكمبيوترز ويز سبيشال بربوس طيب الكمبيوترات دات زي ما انت شايف كده كانت كبيرة كانت بتملأ غرفة كاملة وكنا بنستخدم طبعا أسلاج كإنبوتس وكأوبوتس برضو وكانت حاجة لسه في الأول بدائية وطبعا كانت متعبة جدا متعبة في الاستخدام طيب بعد كده إيه اللي حصل يا جماعة إيه اللي حصل إن في أوائل الخمسينات زي ما انت شايف Early 1950 ظهرت بقى إيه كمبيوترات اللي بيسموها General Purpose Computers يعني إيه الكمبيوترات ذات الأغراض العامة اللي بدأنا فيها بقى نتكلم عن الكمبيوترات اللي بتستخدم الفيتش دو كود إكسيكيوت سايكل مش كده أيوة كانوا اختصار لأول كمبيوتر ظهر كان يسمو EDVEC IES وكان بيستخدم فيه Von Neumann Architecture أو الهيكل لـ Von Neumann وانتو عارفون طبعا بقى نبدأ بقى مدام تكلمنا عن Von Neumann Architecture يعني معناه إن عندنا دلوقتي أصبح فيه دلوقتي في الأجهزة دي CPU Memory مش كده آه بس ممر إيه بسيطة جدا وسبيو إمكانياتها بسيطة قوي طيب وبدأ يظهر عندنا بقى إيه CPU Fetch Execute Cycle اللي هي Fetch Decode Execute جميل جدا يبقى نبدأ مع بعض كده نقول إن دوت كانت إيه كان تطور لمين لأنظمة الحاسب طيب لكن للأسف الشديد كان فيه عيب في الموضوع دوت إيه هو إن اليوزر would assign up for time slot يعني إيه؟ يعني كل اليوزر عايز تستخدم الجهاز دوت يستخدمه في وقت محدد تخيل كده حضرتك تخيل تخيل إنك إنت مثلا ممكن تتحدد لك معاعد من 2 صباحا لتلاتة صباحا عشان تستخدم الجهاز دوت لك وقت محدد بس تستخدم فيه الجهاز دوت وخلي بالك أثناء شغلك على الحاسب في الوقت اللي إحنا حددناه هولك ده هوت من 2 لتلاتة صباحا ده أنت الوحيد اللي تقدر تستخدم الجهاز محدش يستخدمه غيرك شو بيقولك إيه؟ دورينج ذات سلوت هاد إكسكلوسافيوز يعني إكسكلوسافيوز يعني إيه؟ استخدام حصر ليك إنت الوحيد اللي تستخدمه معايا يا جماعة؟ جميل طيب إيه كمان؟ وإنت بقى اللي مست كمان إيه؟ مستلود بروجرام انتم ممرس بيس ولازم نحمل البرامج فين؟ في المساحة الفاضلة في الزاكرة وخلي بالك لو حملت البرنامج ممكن يحصل أوفر رايتينج للالالد كونتنس ممكن تفقد الموج إيه؟ الداتا اللي قبل كده؟ طبعا دي كلها كتعيوبة جماعة تخيل كده لما انت يبقى لك وقت محدد للكمبيوتر بتاعك؟ وإيه كمان؟ وإيه انت بس اللي بتستخدمه؟ وإيه كمان؟ والدات القديمة ممكن تروح منك؟ طيب في الحالة دي يا جماعة في سنة قوائل 1950 احنا ما كناش محتاجين نو نيد فور لأنه كان برنامج واحد بس اللي بيشتغل ممرس بيس واحدة بس مكان فاضي واحد بس في الزاكرة ومنيمال بريفيلالز بريفيلالز دي يعني ايه؟ أقل عدد من ملحقات الكمبيوتر موجود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته